طالعت قالت الهام شهين قالت الشعراء وتحدث في خضايا ليست من الدين يا جهلة عفتاح سيسي نفسه طلب من رجال الدين يتكلموا في السياسة في المؤتمر بتاع ولا الحفلة بتاعة نولد النبي قال لهم عضو اتكلموا في الشأن العام ده كيه هو المشكلة زي ما قلت حدك كده انه الناس دي يعني عندها مشكلة مع الاسلام نفسه ومع ربوزه فليش شعراوي تكلف حاجات بره الدين ايه اللي بره الدين بقى وليلي بقى كده اعرفش قدت لك انه كانت تتناقش كتاب بص بقى كتاب لخالد منتصر هذه اصنامكم وهذه فأسي لماذا يخاصم المسلمون لحداثة وقال ان الشيخ شعراوي قال مثلا ان مريضي الكلة لا يجب ان يتعالج من مرضي واشارت انها تعلمت منه الكثير واتحب كل ما يكتبه وتردده في المقابلات ايوة خالد منتصر الله مش عاجبه الشعراوي ومش عاجبه ميت زمزم مش عاجبه الصيام ومش عاجبه اي حاجة طب نعمل ايه يعني نعمل ايه وبعدين از الشيخ الشعراوي بيتكلفه قضايا مش من الدين ما هو راجل عام ما اي فاسل عدوكو بيتكلف كل حاجة ازا كانت الاخت اسمها سامة المصيدة وانت بتعز طلعتها لكن يعني احنا مش نقدر نعرض لك كل الصور بتخنؤك اه في ناس بتحبها وفي ناس بتحباش انا جبناك ارحم صورة ليها قالت لك انا رايحة مؤتمر مهرجان السينما طبعا فيه صور حاجة يعني غير كده لبسة الايه انت طبعا بتلعن اليوم اللي هي لبسة في الحجاب صح ولا لأ بكرة هتقلع الحجاب تلبس الشورت تقلع الشورت تلبس المشعر القميس تقلع القميس دي بقى الشغل اللي هو بتاع المخابرات ده يلا نزل لنا ايه الطقم ده والتانية اسمها ايه اللي بتطلع راني يا يوسف اللي عاملة زي مصر في سبب خمسة وعشرين ينايد على رأي السيسي عرضت كتفها وكشف الظهرة اهو نفس الكلام ودول بقى بيتكلموا في الدين طب ده معقول لكن اللي طلعها الراجل ده اللي جاي ده الافتاء ده لا مش دي الخبر بتاع الافتاء اللي انت كنت لسه جايبه من شوية قول تاني كده ايوه ده ما بيقول لك ده الافتاء بتقول لك ايه الحجاب ليس لم يارد في القرآن ولكنه فرض ايوه يقوم شيخ الاظهر ولا الاظهر يقول لك الحجاب فرض لصالح المرأة يستر مفاتنها ويحافظ على فطرتها هو حضرتك بتسلي اربع ركعات الدهر صح هما الاربع ركعات وردوا في القرآن هيكل وردوا في القرآن طيب المغرب تلاتة وردوا في القرآن ايه اللي ايه للسودة دي فناس تقول لك الحجاب ايه الاحجاب ده ورداش في القرآن ويطلع لك صابرين وفريدة الشباشي وتقول لك الست اللي بتحجب ست وحشة وبتدري وحشتها يا حجب يا يا امي يا ست الكل ربنا استورك عيب عيب اللي بتقولوها في سكه ده والله عيب لا دي قضية الناس بتتكلم فيها ولا حاجة احدش يعني لا عاوز يلبس حياب لا عاوز يلبس نقاب عاجبني جدنا الرد الشيخ احمد كريمة على بعض الناس في الاعلام اللي بيتكلموا في قضية النقاب ومش عارفوا ايه الراجل الحقيقة رغم خلافي معها في حاجات كتيرة طلع في سعاد صالح دي وادها جامد اداها جامد قوي حتى جامد زعل بعض الاحيان انت بتشعر انه فعلا قضية قضية الاسلام ويجب ان تشعر بكده انا عاوزك تشوف برنامج واحد بس لعمر للإبراشي للأخ اللي هنا لأي حد جاء وناقش حجاب الراهبات او ناقش لحية الراهب هم ركس ماتا ده لما الناس كانت حطى المصاحب في المكربصات تشير المصاحب حطين تسلي عنها بيشير الناس تلاقي الناس حطى السبان ومشي حد قال لها تشيل تب ليه ما بيقولوش بقى يقول مطلوب الدرب ده عشان الترجم يروح بره احنا بنحارب الاسلام واحنا بنقولك احنا وقفين ضدك لانك بتحارب الاسلام بس لا سياسة ولا يحزنون هي القصة كده هي المعركة كده دي حقيقتها دي بدايتها ودين حقيقتها